عايز اقول لكم حاجة مهمة كمان يا جماعة بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد طيب عمر كمال عبد الواحد لاعب جي نادي الزمالك وطلع معايا هنا وقال انا مضيت على العقد كان معايا في حالة ياريت انه بنجيب جزء من الحالة مضى وخد مقدم التعاقد وفرحان وسعيد ووالده كلمني اكتر من مرة وسعيد وفرحان وهو اختار الزمالك بعد ما جاله بيرامز وكان المصري عايز يجدد معايا وكان فيه فيوتشر نفسه كان عايزه قبل بداية واختار الزمالك فما جيه موضوع الزمالك ده والقيد فالراجل مش هيقعد في البيت وخلص يروح يكتسب قوة ويكتسب فورمة ويخش يكون فت العيف فت وفورمة المباريات من خلال لعبه مع نادي كبير زي نادي فيوتشر اللي تم شراءه السنة دي بس وبقى نادي وعنده مكاسب مالية كبيرة وعنده استثمار في الكورة يعني وتم تعيين كابتن شبير نائب رئيس نادي فيوتشر وكابتن أيمن مصور السوبر عضو مجلس إدارة وكان أعتقد قبل ما يبقى رئيس الربطة كان الأستاذ أحمد دياب طبعا يعني جزء من امتلاكه لهذا النادي طبعا رئيس ربطة الأندية يعني قبل ما يكون رئيس ربطة فابتعد عن النادي نادي الزمالك اللي أنا عايز أقوله أن عمر كمال عبد الواحد وهو رايح فيوتشر مصر كلها عارفة أنه هو ماضي مع الزمالك وأنه هو تقادى أجر وأنه هو رايح لمدة سنة وراجع فجئنا بعد شوية كده أنه ابتدت الألسنة الإعلامية تقول ده عمر كمال عبد الواحد ماضي ثلاث سنين ومش من حقه يرجع وبعد كده ابتدينا نسمع ده عمر كمال عبد الواحد ماضي ثلاث سنين بس في عقده مكتوب أنه ممكن يرجع لنادي الزمالك فقط بعد سنة وبعد كده ابتدينا نسمع ألسنة أنه عمر كمال عبد الواحد مش يرجع مع أنه عمر بنفسه دخل مع الزميل إبراهيم فايق وقال ان انا بعد سنة راجع الزمالك وقال لي انا شخصيا ان بعد سنة راجع الزمالك ففجئنا ان ابتدت الاعلام يوجه لفكرة ان عمر احتمالي يفضل في فيوتشر والقصة يا جماعة مش عمر عمر لعيب مميز جدا وجوده في الزمالك هو افادة لي لان اما اجي اقارن فيوتشر بالزمالك فرق جبير جدا شعبية جماهيرية بطولات يعني الزمالك النحية التانية الاغراء الوحيد اللي ممكن يستقطب لعب هو المال فلو عمر كمال عبدالواحد بييده يرجع لو اختار فيوتشر عشان المال فالزمالك مش هيكون اسف عليه خالص لان الزمالك نادي كبير ولا يقف على اي لعب عمر كمال عبدالواحد لعيب مجتهد لعيب مميز نتمنى ان هو يكون متواجد معنا الفترة اللي جاية لكن اللي مدايقني بقى تعامل فيوتشر وطبعا هم كلنا اصحابنا في الاعلام وكابتن شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر وفي نفس الوقت هو يعني كابتن النادي الاهلي وابنه مصطفى شوبير بيلع في النادي الاهلي ففي يعني علاقات وكده فما نيجي نلاقي ان محمد عبد منعم اللي ماضي سنتين سنتين اعارة بيقسر الدنيا هما الاتنين اللعيبة عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبد منعم الاتنين بيلعبوا في فيوتشر واحد ماضي سنتين اللي هو محمد عبد منعم ليه فيوتشر واحد ماضي تلات سنين بس لو بعد سنة يرجع الزمالك فقط النادي الوحيد اللي ممكن يرجعه الزمالك فنفاجأ ان فيه تعاون جميل ومحترم بين النادي الاهلي ونادي فيوتشر وما بين كابتن احمد شوبير اللي اعلن كاعلامي ان محمد عبد منعم عقده ممنوع فيه قطع الاعارة يعني ما ينفعش يرجع تمام وان هو مش هيرجع ثم فجئنا ان كابتن احمد شوبير بيعلن عن عودة محمد عبد منعم كل الاحترام والتقدير لكابتن احمد شوبير هو كابتن النادي الاهلي وفي نفس الوقت هو نائب رئيس نادي فيوتشر واكيد مصلحة فيوتشر عنده اهم كنائب رئيس لكن في نفس الوقت كابتن عواطفه وقلبه مع النادي الاهلي وبالتالي عودة محمد عبد منعم او بقاءه في فيوتشر دي حاجة لا تعنينا احنا كزمالكوية هم احرار الاهلي بيبحث عن مصلحته وفيوتشر بيبحث عن علاقات مع النادي الأهلي لأنه نادي جماهيري وكبير لكن في نفس الوقت والرسالة توصل لكابتن أيمن منصور السوبر طالما هناك علاقات طيبة مع نادي شعبي زي نادي الأهلي ومنادي فيوتشر اللي هو مصلحته هو الإبقاء على نجم اللي هو محباب منعم لمدة سنتين فييجي يرجع بعد خمس شهور لنادي الأهلي بالاتفاق فدي حاجة ما بينكم لكن لو حصل إن تم إغراء عمر كمال عبدالواحد للإبقاء عليه رغم إن أنت يا فيوتشر ويا كنادي وكأعضاء مجلس إدارة وكمسؤولين هناك عارفين إن عمر كمال رايح لمدة سنة وراجع الزمالك وكتب في العقد كده هتيجي تغريه يبقى أنت كده بتكيل بميت مكيال تتعامل مع نادي شعبي بحب واحترام وبود وتيجي مع النادي الشعبي الآخر لأ تتعامل بأسلوب آخر فمرة واثنين وتلاتة فيش لعيف في الدنيا هيفرم على نادي الزمالك فيش لعيف في الدنيا اللي يشتري الزمالك الزمالك بيشتريه اللي بيحترم كلمته وبيحترم تعقده حتى لو مش موفق بيبقى على الراس اللي مش هيحترمه مش هيبقى مع نادي الزمالك مش هيفرم معاه لكن إحنا بنتعامل مع أندية لابد أن الجميع يتعامل مع نادي الزمالك باحترام وتقدير كما تتعامل مع الأندية الأخرى باحترام وتقدير فعليك أن تتعامل مع نادي الزمالك باحترام وتقدير وكل الاحترام وتقدير لمسؤولين فيوتشر والنادي الزمالك والنادي الأهلي والأي أندية أنا هنا دوري أتكلم على اللاعب بتاعي ومفهمتش أيضا هجوم بعض الإعلاميين في قناة النادي الأهلي للشباب الصغير على فكرة ان الاعلامي الزمالكاوي بيتكلم على عودة عم منعم ولا عمر كمال عبدالواحد انت مالك انا بتكلم فيوتشر فيوتشر كيف يتعامل في الحالتين لابد ان يكون التعامل واحد ما ينفعش اتعامل هنا كده وتعامل هنا كده اتمنى ان تكون الرسالة وصلت